ومعنا من أنقرة أحمد ويصال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أستاذ أحمد ويصال إلى أي مدى يمكن أن تذهب تركيا في اعتراضها على تشكيل هذه القوة على حدودها مع سوريا؟ طبعا تركيا مهتمة بأمن حدودها وأمن الوطن والتنظيم البيكيكي وأنصارهم أو امتدادهم مثل البي واي دي أو واي بي جي أو التنظيمات أخرى كل مسميات لكنهم في الحقيقة استخدموا الديمقراطية بالاسم هذا التنظيم الشعوعي وعمريكا كنظام رأس مال العالمي تدعم هذا التنظيم الشعوعي والإرهابي معطرف إرهابيا وهناك أدلة كثيرة لربط بين بي واي دي وبي كي كي هم نفس التنظيم يعني امتداد فقط من قنديل في النهاية أمريكا يعني لا تهتم بالهقوق الإنسان وبكرامة الشعب السوري كان يقول أنهم ليسوا إرهابيين أنت تقول أنه تنظيم شيوعي تنظيم شيوعي ليس بالضرورة تنظيما إرهابيا أليس كذلك؟ نعم صحيح صحيح لكن هو بي كي كي معطرف إرهابيا في كل الدول تقريبا وهم هناك أدلة كثيرة يعني تركيا قدمت هذه الأدلة لأمريكا لكن أمريكا عنده يعني ثنائية المبادئ والنفاق ولا يعني يقول شيء ويعني يعمل شيء آخر مثلا ضيفكم من أمريكا أيضا قال يعني أمريكا لم تجد حلفاء لو هو يؤطي أي هذا الأسلحة لشعب السوري يعني المعتدل هم فازوا أو حتى أسقطوا نظام الأسد منذ الزمان لكنهم لم يريدوا ذلك في النهاية هم يعني عندهم مشروع تقسيم سوريا أولا يعني هم يتحركون كأنهم محتلين السورية يعني هم يؤسسون جيش مستقيل في دولة أخرى يعني هذا حق أمريكا مثلا يعني انتهى الداعش لو حتى استخدموا زريعة الداعش من قبل لكن الآن انتهى مشكلة الداعش يعني كيف هم يؤسسون جيش داخل داخل البلد أخرى أو الدولة أخرى هناك أيضا مشروع آخر لحصار تركيا هذا يزعج تركيا كثيرا هذا مشروع الحصار من جنوب من طرف سوريا هذا أيضا يفصل بين تركيا يفصل بين تركيا والعالم العربي وأيضا يجعل خطر كبير لأمن تركيا لكن هذه التعزيزات العسكرية التركية تركيا ستعقل تدابير هذه التعزيزات العسكرية التركية على الحدود يعني ألا تعكس وجود خيار حتمي بالنسبة لتركيا وهو المواجهة العسكرية الحتمية الآن نعم تركيا ستواجه أيضا ستضرد الحزب الأممال الكردستاني وأنصارهم من سيطرة هذا هم أقلية أيضا هم ليسوا كثير في سوريا ولكن مواجهة هؤلاء يعني مواجهة مع أمريكا هل هي قادرة على هذه المواجهة العسكرية لا لا هذا تنظيم لا لا تركيا أعمل هذا في الألباب والمونبيش وفي النهاية تركيا تأخذ تدابير تركيا تحارب تنظيم إرهابي كما أمريكا تحارب تنظيمات الإرهابية أخرى في كل العالم تركيا ستأخذ تدابير بالتفاهم مع روسيا وممكن مع إيران وهذا يعني لحق هذا في حقوق الدولي أيضا قانون الدولي يسمح لأي دولة ليتدخل لو هو خطر لأمنها يعني تركيا ستأخذ تدابير وعملت في درع الفرات في عملية درع الفرات تركيا عملت ذلك من قبل وستأخذ في أفرين أيضا لأن أيضا المشروع أو المشكلة أكبر في الطريق ويهدد تركيا يعني تركيا ستأخذ تدابير أمنية والممكنة أسكرية شكرا جزيلا لك أحمد ويصال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط كنت معنا من أنقرة شكرا لكم